هل تعلم إن التماسيح ما بتقدر تخرج لسانها من فمها أبداً؟ يعني حتى لو عندها رأي ما في وسيلة تعبر عن احتجاجها الصامت هل تعلم إن الدجاجة تقدر تتكلم مع صغارها داخل البيضة قبل ما يفكسوا؟ يعني عاملين مكالمات تحفيزية مبكرة هل تعلم إن الفراشات تتذوق الطعام بأرجلها؟ يعني لما توقف على الزهور تاخذ لها عينات مجانية بأدب؟ هل تعلم إن النملة الأبيض يعتبر من أنجح المزارعين على وجه الأرض يزرع الفطريات في جحوره عشان يأكلها؟ يعني عندهم زراعة مستدامة في البيت هل تعلم إن طائر الطوقان صاحب المنقار الضخم يستخدم كوسيلة للتبريد؟ كأنه عنده مروحة متحركة بألوان زاهية هل تعلم إن القردة ممكن تضحك لما تشوف مشهد مضحك أو لما تلعب مع بعض؟ يعني حتى عندهم حس فكاهي حقيقي هل تعلم إن الحبار العملاق عيونه بحجم رأس إنسان تقريبا كأنه عنده نظارات واقية تشوف فيها كل شيء بوضوح؟ عجيب هل تعلم إن نجم البحر لو انقطع له ذراع يقدر ينم ذراع جديدة؟ كأنه عنده خدمة قطع غيار ذاتية مجانا هل تعلم إن طائر الزقزاق يستغل التماسيح عشان ينظف أسنانها ويدخل في فمها بجرأة؟ كأنه عنده موعد تنظيف أسنان مجاني مع التمساح هل تعلم إن العنكبوت لما يكبر جسمه يصير يضطر يبدل جلده بالكامل؟ يعني يمر بفترة تجديد شباب كل ما زاد حجمه؟ هل تعلم إن الدببة القطبية ما تعتبر بيضاء فعلا؟ فروها شفاف يعكس لون الثلج عشان يظهر أبيض وتحت الفرو بشرتها سوداء عشان تحفظ الحرارة؟ هل تعلم إن السمكة المنتفخة لما تحس بخطر تنتفخ وتصير زي البالون مليانة شوك؟ كأنها تقول للمفترسين أقرب بس على مسؤوليتك هل تعلم إن النسر الأصلع ما هو فعلا أصلع؟ عنده ريش عادي بس لونه أبيض على راسه ومن هنا جات التسمية المخادعة؟ هل تعلم إن الحلزون عنده أربعة عشر ألف سن تقريبا موجودة على لسانه؟ يعني يقدر يجرب الأكل بطريقة ما خطرت لك على بال هل تعلم إن الأخطبوط لما يمل ممكن يأخذ شوية حصة ويرميها زي اللعبا عشان يتسلى؟ يعني مشغول بهواياته البحرية هل تعلم إن فرس النهر من أقوى الحيوانات في البرية؟ مع إنه نباتي ويحب يعيش في الماء لكنه يخوف التماسيح لدرجة إنها ما تتجرأ تقرب منه يعني نباتي بس ما تحاول تتحداه هل تعلم إن الغراب عنده ذاكرة قوية لدرجة إنه ممكن يتذكر وجه الشخص اللي أزعجه حتى لو مرت سنين؟ يعني لا تستغرب لو شافك وقرر يأخذ بثأره هل تعلم إن البومة عندها أرجل طويلة مخفية تحت الريش؟ ولو شفتها حتلاحظ إنها فعلا تلبس بانطلون مخفي؟ هل تعلم إن ذكر الحوت الأزرق يغني بصوت مرتفع يصل إلى آلاف الكيلومترات في المحيطات؟ يعني فعلا عنده حفل كاريوكي خاص في أعماق البحر هل تعلم إن خنافس الروث تقدر تتبع النجوم عشان تتنقل في الليل؟ يعني عندها نظام ملاحة فضائي وهي أصغر كائن في البرية هل تعلم إن حشرة فرس النبي هي الوحيدة اللي عندها رقبة تقدر تحركها يمين ويسار وكأنها في برنامج مواهب حشرات العالم؟ هل تعلم إن تمساح النيل ممكن يعيش بدون أكل لشهور؟ ولو جاع يقعد ينام ليوفر الطاقة؟ يعني متخصص في فن الصبر البطني هل تعلم أن الفضاء ضخم لدرجة أن فيه أماكن مظلمة لم تصلها أشعة الشمس منذ ولادة الكون؟ يعني حرفيا فيها أماكن ما وصلها صبحية هل تعلم أن قلب الإنسان ينبض حوالي مئة ألف مرة في اليوم؟ بمعنى إن قلبك بيشتغل بلا كلل 24 ساعة في اليوم وما بياخذ إجازة مرضية حتى هل تعلم إن الزرافة عندها نفس عدد الفقرات في رقبتها زي الإنسان بالضبط؟ يعني سبع فقرات بس فرق الطول بينهم زي فرق الطول بين قلم رصاص وبرج خليفة هل تعلم أن البصل كان يستخدم كوسيلة دفع قديمة في العصور الوسطى؟ يعني كان ممكن تشتري به دجاجة وتعمل عزومة وبس ينقصك كم بصلتين وتجيب باقي الطلبات هل تعلم أن الضفاضع ما بتشرب ماء أبدا بتمتصه مباشرة من جلودها؟ يعني مكفيا نفسها بشاورات مجانية على مدار الساعة هل تعلم أن النمل عنده وظيفة واضحة ومحددة داخل مستعمرته؟ بس الغريب إن فيه نمل نصاب بيتظاهر إنه بيشتغل وهو بالأصل بيدردش مع نملات ثانيات هل تعلم أن البومة ما عندها كرات عين مثل البشر عيونها تشبه الأنابيب وتحتاج تحرك رقبتها عشان تشوف؟ كأن عندها كاميرا بمثبت مدمج هل تعلم أن الضبعة تضحك بشكل غريب لما تكون متوترة؟ يعني فعلا ما في أصدق من ضحكة تخرج وقت الرعب؟ هل تعلم أن الأسماك ممكن تصاب بالدوار إذا حطيتها في خزان ماء مدور؟ حتى هي تحتاج شوي تثبيت وهدوء بحري هل تعلم أن الخفافيش هي الكائنات الوحيدة اللي بتنام رأسها لأسفل؟ يعني عندها ستايل نوم لا ينافسها فيه أحد هل تعلم أن طيور البطريق لما تتزحلق على بطنها تمشي أسرع من أنها تمشي عادي؟ يعني عملية وتحب الاختصارات هل تعلم أن الحمار الوحشي عنده خطوط مميزة زي بصمة الأصبع؟ ولا في حمارين متشابهين تماما؟ يعني لكل واحد ستايل خاص به هل تعلم أن الفيل عنده قدرة رهيبة على تمييز الروائح ويقدر يشم الماء من مسافة بعيدة؟ كأنه عنده رادار مائي شخصي هل تعلم أن الضفاضع بتبلع عن طريق عيونها لما تغمض عيونها تساعد تدفع الأكل لأسفل الحلق؟ يعني الوجبة متكاملة مع استراحة للعيون هل تعلم أن الببغاء عنده حاسة شم ضعيفة لكن ذاكرته قوية جدا؟ يعني لو كذبت عليه مرة تراه بيفضحك في التجمعات هل تعلم أن أنديل البحر ما عنده قلب ولا دماغ ومع ذلك بيعيش ويطير في البحر كأنه يقول مين يحتاج مخ مدام عايش بأفضل حال؟ هل تعلم أن القندس عنده غدة خاصة في جسمه تفرز مادة لهريحة زي الفانيليا وكانوا يستخدمونها زمان كنكهة في الأكل؟ يعني عطروا بنكهة الطعام هل تعلم أن البومة الكبيرة لما تشوف طير صغير تطلق صوت يشبه الهمهمة عشان تهدي وتجيبه عندها؟ كأنها تقول له تعالى قرب وخذ لك غفوة صغيرة هل تعلم أن السمكة الذهبية لو حطيتها في ضوء قوي تفتح عيونها أكتر وتحاول تنظر لفترة طويلة؟ يعني مهتمة بالعروض الضوء اللي تقدر تشوفها في الحوض هل تعلم أن الباندا العملاقة تقضي 12 ساعة يوميا وهي تأكل الخيزران؟ كأنها تقول في الطعام السعادة والرياضة ما في داعي للحركة الكثيرة؟ هل تعلم أن الحوت الأحدى بيغني أغاني طويلة ومعقدة عشان يجذب الإناث وتتغير أغانيه كل موسم؟ يعني عنده قائمة تشغيل رومانسية محداثة كل سنة هل تعلم أن النمل يقدر يرفع وزن أكبر من وزنه 50 مرة؟ ومع ذلك لو طاح على ظهر ما يعرف يقوم يعني قوة خارقة بس وضعية طيران صعبة هل تعلم أن طائر البطريق هو الأب الوحيد اللي يحتضن البيض تحت رجليه في البرد القارس لأكثر من شهرين؟ كأنه يقول أنا أب السنة والبيض غالي الثمن هل تعلم أن بعض العناكب لما تتزوج يقوم الذكر بلف نفسه في خيوط عن كبوت عشان يتجنب يتاكل من الأنثى؟ يعني حياته الزوجية تبدأ بسلامة مؤقتة هل تعلم أن الحبار يقدر يغير لون جسمه بالكامل في أقل من ثانية؟ كأنه عنده دولاب ملابس متنقل لكل مناسبات البحر هل تعلم أن فرس النهر يفرز مادة وردية تشبه العرق وتعمل كواقي شمس طبيعي لبشرته؟ يعني عامل حماية من الشمس وبنكهة الفراولة هل تعلم أن الدالفين لما يكون فرحان يطير السمك في الهواء ويعمل فقاعات عشان يستمتع يعني حرفيا يسوي حفلة بحرية خاصة؟ هل تعلم أن بيض النعامة أكبر بيضة موجودة على وجه الأرض ولو بغيت تطبخها بيحتاج وقت أقرب لساعة كاملة؟ يعني الإفطار يحتاج صبر وقلاية بحجم الحلة هل تعلم أن الطماطم كانت تعتبر نباتات خطرة في أوروبا القديمة وكانوا يعتقدون أنها تسبب الموت لو أكلوها واليوم صارت في كل بيت وطبق سلطة هل تعلم أن النمل الأبيض يعيش معيشة فاخرة بفضل الملكات التي تقود الجيوش عندهم نظام صارم في العمل وأي خامل يتم طرحه فورا خارج المجتمع هل تعلم أن القمر يتباعد عن الأرض كل سنة بمقدار 3.8 سنتيمتر؟ يعني بعد ملايين السنين ممكن نشوفه من بعيد ونقول كان جارنا هل تعلم أن البومة تمتلك رقبة تدور بمقدار 270 درجة وتقدر تشوف في الظلام أفضل من معظم الحيوانات؟ يعني فيها من مواصفات الرادار الليلي هل تعلم أن الكوالا عنده بصمات أصابع تشبه بصمات البشر لدرجة أنها ممكن تضلل الشرطة لو كان مشتبها به في جريمة سرقة أوراق شجر؟ هل تعلم أن الحلزون يقدر ينام لثلاث سنوات متواصلة لو الجو ما أعجبه؟ يعني كأنه يقول بصحة لما تتحسن الظروف هل تعلم أن البط بيمشي في صف مستقيم وراء بعض؟ لكن في الحقيقة هذا مو بسبب النظام بل لأنه أسهل لهم يتبعوا أول واحد بدون تفكير؟ هل تعلم أن الفراولة من ناحية علمية تعتبر فاكهة غريبة؟ هي ما تدخل ضمن الفواكه الحقيقية يعني هي أقرب لمرتبة المكسرات بس بحبة حمراء وشكل جميل هل تعلم أن الإنسان ينتج لعاب يكفي لملء بركة سباحة صغيرة في حياته كلها؟ يعني كمية البلع اللي نسويها في اليوم تطلع أكثر مما نتوقع هل تعلم أن النسر يقدر يطير على ارتفاعات أعلى من بعض الطائرات الصغيرة؟ ولو برد الجو عنده كثير يدف نفسه بالغطس السريع؟ يعني كأنه عنده هيتر هوائي شخصي هل تعلم أن الزرافة لما تبغى تشرب موية تضطر تحني رجليها بشكل غريب عشان توصل للماء؟ وهذا يخليها عرضة للهجوم وكأنها تقول البقاء للعطشان الأقوى؟ هل تعلم أن البطاريق تخطب لبعض برقصة لطيفة وتقدم حجر كهدية؟ يعني عروس البطاريق بتبدأ حياتها الزوجية بحجر أساس فعلي هل تعلم أن الشمس لو اختفت فجأة حياخذ ضوءها ثماني دقائق عشان يوصلنا الخبر؟ يعني نكون قاعدين بالظلام بدون ما ندري لفترة؟ هل تعلم أن النحل لما يلاقي مكان جديد للخلية يسوي اجتماع عشان يناقش الاختيار؟ يعني حتى النحل عنده ديمقراطية هل تعلم أن الباندة الأم إذا ولدت توأم تختار تربي واحد وتترك الثاني؟ لأن مواردها ما تكفي الاثنين؟ يعني بتطبق مبدأ البقاء للأقوى هل تعلم أن الأخطبوط عنده ثلاث قلوب ويستعملها بكفاءة عالية؟ كأنه عنده اشتراك دائم في نادي رياضي؟ هل تعلم أن السمكة الذهبية لو بقيت في الظلام فترة طويلة تتحول لللون الأبيض؟ يعني لازم تشوف النور عشان تحافظ على لونها هل تعلم أن الكسلان بطيء لدرجة أن الطحالب تبدأ تنمو على جسمه؟ يعني صار شكله حديقة صغيرة متحركة هل تعلم أن الذبابة دائما تفرق أيديها لأنها تجهز نفسها للطيران طول الوقت؟ كأنها طيار محترف دائما مستعد للإقلاع ترجمة نانسي قنقر